لكن عايزة أقول لكم النهاردة وسام الاحترام أو الاحترام وسام أن استحقاه رئيس النادي لاهل مؤسسة روزة اليوسف الصحفية العريقة واحدة من المؤسسات الصحفية كمان من المدارس الصحفية ذات القيمة الكبيرة في تاريخ الصحافة المصرية والعربية عموما منحة الكابت المحمود الخطيب وسام الاحترام حفل مصغر لكنه فيه كتير من الرصانة والدف عقد في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد حضر الأستاذ عبدالصادق الشرباجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزة اليوسف والأستاذ كتب الصحفية أحمد باشر رئيس تحرير روزة اليوسف وحضر الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي الذي منحته مؤسسة روزة اليوسف وسام الاحترام وسام الاحترام وهذا التكريم اللي انت بذكاء ربطت يعني الوسام نفسه حدثت له إضافة صحية إنه هو يعني يقدم إلى رئيس النادي الأهلي كلام ده بتوقف معاه لأنه بيقودنا إلى لقطة الكابتن الخطيب في مباراة الأهلي جاية لها فقرة بجمهور لأن الحقيقة لازم نتوقف عند كلمة الاحترام طيب دي وقاع حفل التكريم للنادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي استقبلوا قيادات مؤسسة روزة اليوسف وإحنا كنا أعلن لكم من قبل حيثيات حتى منح الوسام وسام الاحترام للكابتن محمود الخطيب ما في حيثيات هذا الوسام أو الأسباب اللي خلت قيادات روزة اليوسف تمنح وسام الاحترام لرئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في هذا التوقيت كانت كلها بشماندس تعكس عمق التقدير للقيمة وقيمة الشخص أما تلاقي فيه قمة المعاني عن قيمة الترفع عن فضيلة الاحتفاظ بضبط النفس عن فكرة إزاي تقدر ترد السيئة بالحسنة وإزاي تقدر كمان تتعالى وتسمو عن كل صغائر بلا ضعف بترد السيئة بالحسنة وأنت القاوي الذي تستطيع أن تحرك الأمور ولكنك هو ده الترفع وهو ده الاحترام ده الترفع والاحترام لذلك ناس كثيرين يقول لك ما بتردوش ليه ما بتتكلموش ليه ما بتقولوش ليه لأن في نزول لمستوى الرد خلاص بنفقد قيمة الترفع وبندل لقدامنا فرصة أنه يتنصل من خطأه ويبتدي يتقال لك خلاص ما انتهو قال لك وانت قلت له واخد بالك إنما انت لما بتسكو بتعمل ايه بتورط الرجل المتجاوز أكتر في تجاوزه وبتوضح التجاوز بتاعه وبتستطيع أن تتخذ بالقانون والإجراءات القانونية الإجراءات اللي تحفظ الحقوق وهو ما حدث وسيحدث دائما فالصمت أحيانا أو التجاوز أحيانا عن الإساءة ما هو إلا مزيد من القوة